تصدقون أول ما شريت السهم نزل سعره تصدقون أول ما بعت السهم طار سعره عبارات تسمعها من كثير من صغار المضاربين في سوق الأسهم واللي ما يعرفه أكثر اللي يردون هذا الكلام أنهم لو ما شروا السهم ما كان نزل سعره وأنهم لو ما باعوا السهم ما كان ارتفع سعره كيف؟ خل أوضح لكم كيف ولكن طولوا بالكم معاي شوي هناك حقائق يجهلها صغار المضاربين وهذا الجهل هو السبب اللي يخلي معظمهم يجون السوق بأموالهم على أمل أنها تزيد ولكنهم يطلعون في النهاية بعد ما تتبخر أحلامهم وبعد ما ينحرب جزء كبير من رؤوس أموالهم وأوقاتهم وأعصابهم واليوم ودي أوضح هذه الحقائق على أمل أن يرتفع وعي المضاربين الصغار وعلى أمل أن ينجوا بأموالهم وأمالهم وأوقاتهم من أنها تحترق في لعبة المضاربات أول شيء لازم تعرفه هو أن سعر السهم لأي شركة يرتفع في حالتهم أولاً إما نتيجة لنمو حقيقي أو متوقع في الشركة مثل نمو أرباحها التشغيلية أو أصولها أو انخفاض ديونها ثانياً أو نتيجة لنمو مزيف ومخادع يصطنعه مضارب كبير لحاجة في نفسه وأحياناً يخالف هذا النمو المصطنع كل المبادئ الأساسية للاقتصاد تشوف شركة تخسر ويتآكر راس مالها ورغم ذلك تشوف سعرها في السوق يرتفع النمو الحقيقي للشركة هو الشيء اللي ممكن يربح منه الجميع البايع والمشتري خل أعطيكم مثال راعي غنم اشترى خروف صغير وزنه عشرة كيلو بثلاثمائة ريال ورعاه فترة من الزمن وصرف عليه خلالها علف بقيمة ثلاثمائة ريال نمى هذا الخروف وصار وزنه خمس وعشرين وباعه بألف ريال هذا نمو حقيقي للخروف استفاد منه الأثنين البايع اللي ربح 400 ريال والشاري اللي حصل على كمية عادلة من اللحم ولكن النمو المزيف والمصطنع للسلعة هو عملية لا يمكن أن يربح منها إلا طرف واحد وهو الذي قام باصطناع هذا النمو المزيف وأرباح هذا الطرف المخادئ تكون هي خسائر الطرف الآخر اللي انخدع بهذا النمو المزيف مثال لو انبايع الخروف قام بتغطيس هذا الخروف في بركة ماي قبل ما يطلع السوق عشان إذا وزنه قدام الشاري الشاري يشوف وزنه زايد ويشتريه بمبلغ كبير على أساس هذا الوزن المزيف فكل ريال يربحه البائع هو خسارة بينها للمشتري المضاربات هي من هذا النوع المضاربات هي مباراة كبيرة بين طرفين الطرف الأول هو واحد أو مجموعة قليلة متكتلة ومتكاتفة ومتفقة من كبار المضاربين والطرف الثاني هو حشد كبير من صغار المضاربين المتفرقين اللي ما يجمع بينهم إلا استجابتهم لمشاعرهم الفطرية من الطمع والخور والأرباح اللي يجنيها هذا العدد القليل من المضاربين الكبار هي خسائر هذه المجموعة الكبيرة من المضاربين الصغار طيب كيف أعرف نفسي إذا أنا من كبار المضاربين أو من صغار المضاربين في أي سهم إذا كنت أنا قاعد قدام الشاشة وفجأة شوف سعر سهم قاعد يرتفع ودخلت فيه فأنا من صغار المضاربين كبار المضاربين هم اللي يرفعون سعر السهم هم اللي يحطون خطة مسبقة لرفع سعر السهم وهم اللي يقومون بتنفيذها في الوقت اللي يحدونه هم طيب هناك سؤال مهم جدا وليش القلة من كبار المضاربين هم اللي غالبا يربحون والكثرة من صغار المضاربين هم اللي غالبا يخسرون ليش ما يصير العكس؟ السبب هو أن هذه المباراة غير عادلة لعدة أسباب تصور أنك تلعب مباراة مع فريق ثاني وهذا الفريق الثاني هو اللي فجأة يقرر الوقت اللي تبدأ فيه المباراة ويختار الوقت اللي ناس به اللي يكون فيه مستعد وتكون فيه أنت غير مستعد وهو اللي يحدد عدد الأشواء ومتى تنتهي المباراة وكل ما هزمت فيه شوت أضاف شوت ثاني عشان يتعادل وشوت ثالث عشان يفوز عليك في نهاية المباراة ولا ينهي المباراة إلا إذا صار هو الفائز وهو اللي ما عنده عدد محدود من التبديل بلاعبي الاحتياط فيقدر يجدد نشاط فريقه لوقت أطول بينما أنت مقيد بعدد محدود من لواعب الاحتياط اللي ممكن تدخلهم في المباراة بالله عليك كم نسبة الأمل أنك ممكن تفوز على مثل هذا الفريق في مثل هذه المباراة للأسف الشديد اللي ما يدريه كثير من صغار المضاربين أن الأمل من كسبهم من المضاربات أمل ضئيل جدا وأن فرصة الكسب للمضاربين الكبار أقوى بكثير المضاربين الكبار قدرتهم المالية أكبر ونفسهم أطول وهم اللي حدون متى تبدأ المضاربة ومتى تنتهي ولا ينهون جولاته إلا إذا كانوا هم الكاسبين ولأن مكاسبهم ما جات من نمو حقيقي للشركة اللي يضاربون بأسهمها وإنما من نمو مصطنع هم الذين أوهموا به هذا الحشد الكبير من صغار المضاربين عشان يدخلون في السهم فهذه المكاسب لا يمكن إلا أن تكون هي مجموع خسائر هذا الحشد الكبير من صغار المضاربين المضاربات هي مناورات يديرها المضاربون الكبار وجهاز تحكمهم فيها واللي يراهنون عليه دائما هي غرائز الإنسان الفطرية المشتركة هم يعلمون جيدا أن هذا الحشد الكبير والمتفرق من المضاربين الصغار سيستجيبون وبنفس الطريقة لغريزة الطمع ولمشاعر الخوف ولذلك يقومون بالتلاعب بالسعر طلوعا ونزولا حتى يشتري الصغار بأعلى الأسعار ويبيعون بأبخسها إلا ما رحم ربي وإلى أن يعي المضاربون الصغار هذه الحقائق فستسمعهم كثيرا يرددون هذه المقتولات صدقون أول ما شريت السهم نزل سعره وأول ما بعت السهم طار سعره تحياتي وأمنياتي للجميع